شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة مرسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة الرياح بمنطقة غرب سهاج بقدرة 10 جيجاوات وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة أكواباور السعودية وبموجب الوثيقة الموقعة بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر فإنه من المتوقع أن يولد المشروع عند اكتماله رياحا بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات في الساعة من الطاقة المتجددة سنويا كما أنه يخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات الثاني أكسيد الكربون سنويا فضلا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية اشتركوا في القناة